وقبل قليل وهذا خبر حصري سريعا لكم قبل قليل دخلت الآليات العسكرية في المدارس والمناطق الإيواء في بيت حنون واعتقلت كل شخص فوق السبعتاشر عام يعني كل شخص بلد فوق السبعتاشر عام حتى أقل بأيام تم اعتقاله في كل المدارس ومنكس الإيواء هذا يدلل الاعتقالات ما زالت مستمرة والقصف ما زال مستمرة وبواترة كبيرة للغاية على قطاع غزة ما الهدف من استمرار القصف الذي يطال حتى المدارس التي تأوي النزاحين واللاجئين كان هناك طوال الفترة الماضية بحث عن يحيى السنوار وحديث عن أنه في الأنفاق ومحاطب الأسراء الإسرائيليين يستخدمهم كدروع بشرية استهدف وقتل يحيى السنوار عن ماذا تبحث إسرائيل الآن؟ شوف سبضحة أصبح واضح للفلسطينيين كل الفلسطينيين بأن هذه المعركة ضد الشعب الفلسطيني والهوية الوطنية الفلسطينية وليس مستعدة فيه لا حركة حماس ولا زعامها ولا شوعدها ورحم الله يعني يحيى السنوار الذي قاتل للحظة الأخيرة